الله خليها تعادي بكيفها اليوم ابني عمرها 13 سنة خلي بيدها موبايل ليش مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموبايل لنام ينها جو المخدر أنا ما أعرف بنتي اليوم شنعدها بمواقع التواصل الاجتماعي أنا بنتي عمرها 20 سنة معدها موبايل حقيقة أنا ما أعتبر هذا أنه أنا داء أعزلها عن المجتمع لا موجود موبايل صحيح صحيح أحميها من نفسها أحيانا نشعر بصدام إسلامي الليبرالي بالمجتمع العراقي وبالأخص أنه كثير من الأشياء الدخيلة اللي ربما أصبحنا نشعر بيها بالمجتمع العراقي من ضمنها التقليد الأعمى وبالأخص تقليد الغرب ممكن بآدات وفد أشياء ممكن حتى بالملابس وبالمأكل وبالأتاكيت وغيرها فشن الأشياء اللي لمستيها موجودة حالياً هي دخيلة على المجتمع العراقي كثير من الأمور الدخيلة على المجتمع العراقي أنا ما حاب أن قد كثيراً حقيقة لكن التذكرت الملابس ياري تبقى على الملابس يعني الفكر أنا أشوف تأثيره ووقع اليوم على العوائلنا العراقية والتأثير على أفكارهم بدأت يعني بعض شبابنا يتوجه توجهوا آخر ونفقط الشباب إحنا نتحدث عن كل الجنسين الرجال والنساء حتى نكون منصفين الشباب الشباب أنا يعني يشمل المرأة والرجل يعني أنا أتحدث بصورة عامة وممكن المراهقين اليوم يعني أكثر تأثر بهذا هم الضحية بسبب السوشال ميديا ممكن نعم مواقع التواصل الاجتماعي أثرت تأثير كبير ممكن هذا العالم الافتراضي يصور لهم الناس كلها تعيش في عالم وردي ويحبون يقلدوهم عالم الضحكة والابتسامة نعم موجودة الضحكة والابتسامة في كل مكان لكن هذه حياة غير صحيحة هذه حياة هذا تمثيل حقيقي فأنا أشوف تأثير أنا ما أحب أنقذ شبابنا العراقي أنا أشوف يعني ممكن حتى وأن كان نقد بناء ممكن أنا أشوف الأم والعائلة العراقية هي الأولى أنه اليوم توظف هذا الموضوع شنو الأشياء التي شخصتها يعني أنت تقولين هذه الأشياء أنه عادي أنا حددتها خالي أقولك شي مثلا أنه تسأل اليوم الشاب العراقي يقولك عادي يشكوا بيها مثلا يابا هذا الموضوع يخالف أعرافك وتقاليدك يخالف دينك موارثك الاجتماعي أخلاقك عوفها سلعة تقول لا أجين ما يخالف مثلا أخلاقيات اليوم التعامل في البيت يعني أكو حرية ما يعرفون اليوم الشون يستثمرون الحرية حرية فكر اليوم أنت حرية لا والله خليها تعادي بكيفها اليوم ابني عمرها 13 سنة خلي بيدها موبايل ليش مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموبايل لنام ينها جو المخدر أنا ما أعرف بنتي اليوم شنو عدها بمواقع التواصل الاجتماعي أنا بنتي عمرها 20 سنة معدها موبايل حقيقة أنا ما أعتبر هذا أنه أنا داء أعزلها عن المجتمع لا موجود موبايل صحيح صحيح أحميها من نفسها هذا الانفتاح شكوا بيها شنو هالعقد ليش ما تخليها كذا أنه اليوم يتوقعون هذا الالتزام الإخلاقي المحافظ على الشابة أو الشاب بهذا العمار أنه لا هذا عقد اجتماعية اليوم أنت تتعقديهم شون هيش الأولاد شون هيش لا هذا مو هقد أنا أحافظ عليهم من نفسهم أحميهم سواء كانت مني أو رجل يعني أنا ما أتحدث فقط عن النساء لا حتى الشاب مراهق عمرها 12 سنة وكثير من المشاكل واجهة المجتمع كثير من المشاكل زين؟ التهكير وغيرة والاستغلال الابتزاز ممكن؟ أكثر من شابة دخلت لي وشاب أنه كذا ومهكريهم أو أرسلت صورة وكذا وهاويتم تهديدها وابتزازها بأموال هذا مو انحراف؟ بحجة الانفتاح والحرية؟ هذا مو حرية طيب أذراً يعني صار عندك مرة هيكي حالة أنه تعرضت للابتزاز؟ أي طبعاً أنا أيضاً أنا وحدة من الناس تعرضت للابتزاز تعرف إحنا مواقعنا الكإعلاميين وكسياسيين نتهكر زين لكن الحمد لله موجودة للجهات الأمنية قدرت السيطرة على المنزل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر